السؤال المطروح هو لماذا أمير رغيب الذي يظهر في البرلمان يفسر هذا الموضوع مهم تخص المغرب موضوع التجسس نحن عرفنا بأنه كي مزاف خبراء بزاف أساسياد الجمائيين اللي هما نضبضور هم تتكلموا لماذا نحن نحن المهم نحن في هذا الوضع هذا محتاجين شن الناس يطلعوا يظهروا بالفرنسية أولا أو بالعربية الفصحى اللي يقدر يهدر كخابير في البرمجيات بحل أمير رغيب بالعرب بالدريجة يفهموا الناس كلهم يقدروا يفهموه وفي نفس الوقت يفهموه بعد السطولة والصناتق اللي قلتين في تلك البرلمان ماشي كلهم بطبيعة الحال كي الناس اللي فاهمين وفاهمين بزاف وكذلك يقدر يتكلم باللغة الإنجليزية اللي باش يوصل الفكرة للرأي العام يعني احنا دروك يعني محط أنظار العالم يعني البرلمان دينا كل شيء بيسمع الشيء يعني هو اللي يقدر ينقل الفكرة بالإنجليزية بكل بساطة كنا كنا تعرفوا بأنه أمير رغيب تيتكلم من إنجليزية مزيان وفي نفس الوقت تينقل المواطي العادي أو اللي ما عنده الشواهيد ومقاريش بالدريجة بكل بساطة كل ما نستفيدنا منه هذا هو السبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر